اشتركوا في القناة للموالية الامارات يأتي ذلك في عقاب تحذيرات صنعاء من تحركات مشبوهة هناك وافادت مصادر في الساحل الغربي بأن دارك صالح دفع وزير اتفاع في محكومة بن مبارك لعقد لقاء عاجل مع بعثة الامم المتحدة في الحديدة المعروفة ببئن مهاء لمناقشة التصعيد في الساحل الغربي موضحة بأن الوزير حاول خلال اللقاء لقائد البعثة التركيز عام وصفها بتحشيدات الحوثيين في الحديدة وتحاول السلطة الموالية للتحالف معرفة ما يدور في المدينة المحاذية لأهم معاقل الفصائل الموالية للامارات التي يقودها نجل شقيق الرئيس الأسبق ويتزامن اللقاء الأخير مع إبداء مقربين من ضارق صالح مخاوفهم من درار صنعاء الهجوم على معجله في المخاء وكانت صنعاء قد حذرت على لسان أكثر من مسؤول من تبعات وصول ضباط استخبارات إسرائيليين إلى المدينة التي تحضر لتكون منطلقا للتصعيد العسكري على اليمن ضمن خطة أمريكية إسرائيلية للضغط على اليمن لوقف العمليات البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي أشكركم على حسن متابعة الإصغاء ولا تنسوا العجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته